أوضاع سياسية تنظر بمزيد من عدم الاستقرار في محافظة نينوى خاصة في مدينة الموصل التي ما زالت تعيش على وقع فاجعة غرق العبارة في نهر دجلة واستمرار عمليات البحث عن الضحايا الغارقين حتى الآن رغم مرور أيام على الحادثة فبعد إقالة البرلمان محافظة نينوى نوفي العقوب والسعي إلى إقالة مجلس المحافظة تندفع المحافظة نحو الفراغ الدستوري وهو ما يؤشر خطورة الموقف في ظل وجود جهات متنفذة تسعى للاستحواذ على المناصب المهمة وتعين تابعين لها لتحافظ على نفوذها ومكاسبها وتحاول قوى سياسية عدة في الموصل طرح أسماء جديدة لمنصب المحافظ ليس لها ارتباطات بميليشيات الحجد أو القوى السياسية القريبة من طهران وهم عدهم مراقبون صعبا للغاية في ظل تنافس محموم على المنصب وتمسك ميليشيات الحجد بنفوذها عبر تحريك أذرعها من سياسيين وذوي نفوذ في الموصل وربط مساعي إخراجها من المدينة بالتذرع بأنها محاولات أمريكية أسماء ضباط سابقين في الجيش من أهل الموصل وكذلك أطباء وأكاديميين طرحت لشغل المنصب الذي لا يتوقع أن يدوم أكثر من عام واحد في أفضل الأحوال بسبب الاتفاق على إجراء انتخابات مجالس المحافظات نهاية العام الجاري ووفقا لمسؤول في المحافظة فإن الصراع على منصب المحافظ حاليا بسبب مصالح سياسية واقتصادية في نينواء لأطراف مختلفة بينها ما يتعلق بالمكاتب الاقتصادية لميليشيات الحجد وأخرى تتعلق بعقود الإعمار وعمل المنظمات الأجنبية وجوانب السياسية تتعلق بالوضع بين نينواء والأراضي السورية وورقة حزب العمال الكردستاني في سنجار والأراضي المتنازع عليها مع أربيل وملفات أخرى سيكون لمحافظ دور الفصل فيها وفق القانون المسؤول ذاته كشف أيضا عن طروحات تتحدث عن سيناريو تعيين حاكم عسكري على المحافظة إلى حين إجراء الانتخابات والإبقاء على خلية الأزمة لتسير أمور المحافظ وهم قد يضع ثاني كبرى محافظات العراق في مستقبل مجهول